كانت مجموعة من العناصر التكثيرية قد قامت بالهجوم على نقطة رفع المياه غرب سيناء وأعلن المتحدث العسكري أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أصفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة أفراد ويجري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في أحدى المناطق المنعزلة في سيناء هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلع جذوره